أعلن نادي ريال مادريتاني ترتيب الدور الإسباني لكرة القدم أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز يعاني من إصابة عضلية في الفاخد الأيمن وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز تم اكتشاف إصابة عضلية ولم يكشف النادي المدة متوقعة لغياب اللاعب التي حددتها بعض وسائل الأعلام بين أسبوعين وثلاث أسبوع وتعتبر إصابة ناتشو ضربة موجعة للنادي الملكي في وقت يستعد فيه لاستئناف منافسات الدوري المعلقة من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والمقرارة الخميس المقبل مع تبقي 11 دورة ستنتهي في 19 من يوليوز المقبل